اشتركوا في القناة بنبريك لهم طبعا على هذا الانتصار الكبير ونهن طبعا طبعا الاخ العزيز مصطفى طبعا محمود الشامي وايضا والده الاب الروحي للنادي حج محمود الشامي ولكل جماهير المحلة بقى عندهم بلدية المحلة وربما يبقى المحلة ايضا في الممتاز وبالتالي هيبقى فيه فرقتين للمحلة موجودين بلدية المحلة والمحلة من اليوم مبروك مرة تانية عندنا بكرة ان شاء الله تقرير كامل هنزيعه عن هذا الصعود وكمان هنزيع تقرير عن زده بنبريك لهم طبعا ايضا على الصعود وبكرة ان شاء الله هيتحدد الفارس التالت بكرة ان شاء الله شبان انا على ملعبها بتستقبل الجونة واسمنتة اسيوت على ملعبها بتستقبل لافيينة الحوار بين الجونة اللي عندها 66 نقطة ولافيينة اللي عندها 65 نقطة لو بكرة عملتها الجونة وكذبت خلاص بلاش دعوة بلافيينة غير كده مؤكد هتبقى فيه حزبة اخرى لكن احنا مع هذه اللقطات مرة تانية بنبارك لبلدية المحلة مليون 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 مبروك بلدية المحلة كان في وقت من الاوقات هو في الدوري كان من الفرق الكبيرة اللي بتعمل لها الف حساب اعتقد ان شاء الله مع الاستاذ طبعا مصطفى الشامي ومع الحج طبعا الشامي الكبير اكيد هيرتبوا اوراقهم مع هذا الفريق بيبزلوا جهد كبير جدا جدا عشان الفريق كان يعود مرة تانية للدوري المتاز ويفرح جماهيره واحنا بنفرح لما يبقى فيه نادي موجود في الدوري وعنده جمهور بتبقى متعة كبيرة جدا جدا للقرى المصرية وللدولة المصري ان يكون هناك فرق تتمتع بجماهير بتبقى احنا كمان متمتعين جدا بهذا التواجد الرائع مبروك 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 مرة تانية لنادي بلدية المحلة مجلس ادارته وجماهيره المحبة وجهازه الفني والاداري وكل لاعبيه والاجهزة بالكامل اشتركوا في القناة